53 عاماً هي عمر المسرح الذي شيد في وسط شارع الحامرة عام 1965 على مساحة 2000 متر مربع واستوحي اسمه من أهم المسارح في لندن إنه قصر البكادل الذي تتسع قاعته لثمانمائة شخص ويتميز بهندسته المقتبسة من قصور البرتغال وثريته البلورية التي تتوسط سقفه والتي ستبقى شاهدة على الكثير من الأعمال التي قامت عليه هذا المسرح الذي احتضن أبرز الأعمال المسرحية والفنية في لبنان والعالم وعرضت على شاشاته أفضل الأفلام سيعود من جديد ليكون مسرحاً وطنياً ويفتح أبوابه أمام الجمهور بمبادرة أطلقتها وزارة الثقافة لإحياء هذا الصرح التاريخي ويعيد لللبنانيين ذاكرة فنية عريقة يفتقدونها في العاصمة بيروت فنحن من أول يوم وصلنا على الوزارة يعني من أكتر من سنة ونحن نتراسل مع الهيئة المعنية هيئة الضمان الودائع حول أي وسيلة ممكنة لإعادة تفعيل هذا المسرح أكان بالإيجار أو بالشراكة أو بالترميم أو بأي طريقة ممكنة ما في مجال لأنه نوصل لأي نتيجة ذلك لجأنا إلى أول شيء وضع هذا المسرح لإحتجارة العام للأبنية التراثية والتاريخية في بيروت مما يعني أنه الآن لا يمكن لأحد استعماله دون العودة ولا حتى ترميم أي شيء فيه دون العودة إلى وزارة الثقافة إلى مديرية الأثار لنوافق على الخرايط لنوافق على العمل المنشأ هذه كمرحلة أولا مرحلة الثانية طبعا أبدي أطرح مرسوم استملاكه على مجلس وزراء لإستملكه وأن يصبح بعهدة وزارة الثقافة دراسات موجودة والخرايط موجودة وموجودة بوزارة الثقافة وهي دراسات تعيد المسرح كما كان سابقا منذ العام 2000 أقفلت أبواب مسرح البكاديلي الذي تعرض لحريق أدى إلى توقفه عن العمل إلا أن الوزير خوري ومنذ تسلمه وزارة الثقافة يصر على إعادة إحياء الأماكن التراثية في كل لبنان وسط ورشة عمل كبيرة تتضمن أكثر من معلم المركز الثقافي العماني اللي نحن نتفاعد نحن وبلدية بيروت لناخد شعفة أرض بمدخل بيروت مطرح ما هي الآن يعني مطرح ما هي إطفائية بيروت في أيضا نحن نعمل كونزيرفاتوار الوطني في طبي نهار تسعة الشهر في توقيع لبدء بتنفيذ هذا المشروع بهبا من الحكومة الصينية وفي أيضا تشاور حول إمكانية أن نعمل مشروع نحن والجامعة المركية اللي هو بعده ببدايته تشاور حول إمكانية عمل شيء مناسب لبيروت في عدة مشاريع موجودة في طبعا خان العسكر بطرابلوس اللي أخذناه وبدنا نركب له مجلس إدارة وإدارة وفي أيضا مركز الثقافي ببشمزين اللي كمان أيضا بدنا نركب له إدارة اللي هو صار كمان لوزارة الثقافي مع إعادة استنهاد شارع الحمرة سيعطي مسرح البكاديلي بعدا ثقافيا جديدا للعاصمة التي طالما اعتبرت واحة فنية وثقافية وإعلامية تستقطب الفنانين والمثقفين والإعلاميين من العالمين العربي والغربي